بسم الله الرحمن الرحيم ديات هتبقى tutorial session على جزء المتتبعات يناس قالوا لي عايزين يشوف الحل بالتفصيل لبعض الأمثلة أو تمارين أخرى عشان نعرف نكتب إيه بالظبط. أنا قلت المرة الأخيرة في sequences اتأكد بالinduction اللي هو الماثيماتيكال induction الاستقراء الرياضي أو الاستنتاج الرياضي ودي طريقة برهان هتاخدوها أو خدتوها لما تيجوا تشوفوا الفيديو ده ممكن تكونوا خدتوها في طرائق البرهان أو techniques of proof في مقرر math 104 اللي هو basics of essential الحاجات الأساسية في الرياضيات basic mathematics أو basics of mathematics المهم بأي أن كان اسمه يعني الجزء منه هو المنطق وطرائق البرهان ففي طرائق البرهان عندنا طريقة برهان في الرياضة مهمة جدا جدا اسمها طريقة الاستنتاج الرياضي فأنا قلت اعتمد عليكم ان انتو تعرفوها هناك وتطبقوها هنا لكن واضح ان في مشكلة لسه بعض الناس لسه مش مستوعبة فأنا هعمل في حصة التمرين دي حل بالتفصيل لبعض الامثلة او المثال اللي خدناه اول حاجة وهكذا فكان المثال اللي هناك بيقول ايه show the convergence of the following recursively defined sequence اثبت اثبت اوضح ان التقارب المتتابعة دي المعرفة تعريفا تكراريا يعني ايه تعريف تكراري زي ما خدنا انه الان زائد واحد معرفة بدلالة ان يعني كل حد جديد معرف بالحد اللي قابله طبعا ممكن التعريف يبقى بالاثنين اللي قابله ممكن يبقى التلاتة ممكن يبقى كل اللي قابله وهكذا فدي recursively defined sequence ودي مهمة جدا جدا في computer science تقريبا كل الحاجات بتتعرف باللي قابلها في computer science يعني كل خطوة في البرنامج بتبقى معتمدة على الخطوة اللي قابلها او الخطوات اللي قابلها فكان عندنا نظرية مهمة جدا اللي هي نظرية المونوتونيك سي كوانسي ثيري اللي بتقول ايه انه لو المتتابعة محدودة ايه ومضطردة يعني مضطردة دي كلمة بدل كلمتين اما مضطردة التزايد او مضطردة التناقص مستمرة التزايد او مستمرة التناقص هيحطلع ايه هتطلع المتتابعة دي تقاربية يعني هتقترب من عدد حقيقي وحيد وليكن قل البرهان بتاع المظرية دي مش هناخده في ماس 1002 انه هتاخده في ماس مثلا 211-222 حاجة زي كده اسمها real analysis او mathematical analysis في سنة تانية ان شاء الله ده برضو برهان مهم بس هناك بقى لما تتعلموا بعض الاساسيات الاخرى حاجة اسمها سوبريمام وإنفيمام يمكن تاخدوا فكرة عنهم في الجزء الاول ومن المقر لكن احنا مش هندخل في البرهان ده لكن هنكتفي باننا نطبقه لو عندي تطبقه زي كده بتزيد بتزيد باستمرار ومحدودة من فوق يبقى لازم لها limit وتتبقى تناقصة مستمرة التناقص ومحدودة من أسل لازم تقترب من limit هو الانفيمام بتاعها اللي بتتزايد ومحدودة من أعلى لازم تقرب من السوبريمام بتاعها ده اللي ياخد البرهان بالزبط بتاع السوبريمام الانفيمام لكن نقدر نطبق النظرية نظرية بسيطة كأن دي أمثلة بنجهز نفسنا للنظرية دي بعدين فتعالوا نشوف نسبتها ازاي نسبة المثال ده ازاي نسبة المتتابعة ده متزايدة او متلقصة ازاي تعالوا نشوف سلوكها احنا اللي هنحدد سلوكها ايه دي ايه واحد ما ياخد كده ادي القانون الحد العامل المتتابعة الحد الاول بالاثنين ادي المثال بتاعنا اهو طبعا الستة دي ملهاش مدلون الواحدة يعني ينفع نحط اي خمسة اي عدد هيطلع نفس الكلام شوف البيجرة الحد الاول هنا اثنين ده معطا الحد التاني هيكون مص الحد الاول زائد ستة القانون بيقول كده الحد نمرانون زائد واحد هو نمرانون زائد ستة ناخد نص المجموعة ده يعني المتوسط فاتنين زائد ستة هيطلع تمانية نصها اربعة فكنا عند الاتنين بقينا دلوقتي عند الاربعة الايه تلاتة هيساوي ايه نفس الكلام نص الايه تنين زائد ستة ده القانون التكراري هيطبق لكل الحدود كل حد عبارة عن متوسط الحد اللي قابله والستة فالمرة دي هيبقى الحد اللي فاته هو اربعة نجبع عليه ستة يبقى عشر انا اخد نص ويطلع خمسة فاروحنا هنا خمسة تلاحظ ايه ان المتتابعة بتزيد هل ده برهان انها بتزيد لا ده مش برهان ده مجرد التلات حدود الاولى ده لا يعتبر برهان رياضي دوة الدين يتوقع ان هي بتزيد طيب ناخد كمان حد ايه اربعة نص الحد التالت زائد ستة يعني نص الخمسة حد التالت هو الخمسة نجبعها زائد ستة يبقى احد عشر نص الحد عشر خمسة ونص تمام يبقى احنا دلوقتي بردو بتزيد خمسة ونص اه وهكزا طب الحد الخامس هيكون كام هيكون هيزيد شوية صغارين اكتر خمسة او تلات تاربع وهكزا فقادي الستة هي الستة مش عارف هنوصل للستة ولا لأ واضح ان هي بتزيد بس بتزيد بعد كده ببطء في الاول زادت اتنين زادت واحد زادت نص زادت ربع بتزيد زيادة طفيفة بعد كده هل ده برهان للتزايد لا كل ده يديني توقع ان هي بتزيد عايز تبرهن التزايد لازم تبرهن برهان رياضي لا يتوقف على حدين تلاتة اربعة لازم لكل الحدود مفهوم دوت كده يبقى احنا بنتتوقع هنا ان الزيادة البطيقة دي هتخليها عمالة تتزايد باستمرار وتقترب يمكن تكون بتقترب من الستة ده مجرد توقع يحتاج برهان فازاي نسبت how to prove ان المتتبع ايه ان متتبع اي ان بتكتب كده الاقواس دي او اللي بيحب الاقواس دي هما الاثنين موجودين انا هكتب دي is monotonic increasing ازاي يثبت انا حاسس ان المتتبع دي مضطردة التزايد فازاي نسبت ان المتتبع مضطردة التزايد يعني ايه مضطردة التزايد ان الحد نمرانون اصغر من او يساوي من اول حد او ابتداءا من حد معين ده المطلوب هو طبعا هنا واضح انها من اول حد واضح انها بتزيد من اول حد ايه فالفكرة هي طبعا كان فيها انت في المثال بيقول لي استخدم الماثيماتيكا الاندكشن ايه هو الماثيماتيكا الاندكشن طريقة الاستقراء الرياضي طريقة دي ايه اساسيات الرياضيات في مقرر 104 الحكاية طبعا بكرة بسيطة اللي ما يعرفهاش لسه اخد باله هنا ده بسال كويس عليه بثبت خطوة بداية بيزيكستب بثبت ان هي بتحقق الشرطة ده في البداية خطوة واحدة في البداية تكفي مش تكفي على طوق تكفي بدل البرهان لا دي خطوة من خطوة طيم البرهان يعني مش لازم اقول ده كله ايه واحد اصغر من اتنين كفاية خلاص بعد كده هافرض ان في حد نمرى نون اصغر من اللي بعد اصغر من او يساوي اللي قبل على فكرة ممكن اثبت انها من غير تساوي يعني مونوتونيك انكريزنج من غير حتى اليساوي دي اللي هي نون ديكريزنج دي نون ديكريزنج ما بتقلش بتزيد او تساوي مش هتفرق معنا مش هندق قوي على الحتة دي المهم ان فيه تزاوي فانا افرد ان فيه حد اصغر من اللي بعده وبعدين نثبت ان التالي له كزالي ان العلاقة متحققها في الاول اللي هي العلاقة اللي انا عايز اثبتها دي في الاول وبعدين كل ما بتكون متحققها عند خطوة بتكون متحققها عند الخطوة التالية لها مباشرة لو عملت الخطوتين دول يبقى هي كده متحققها دائما لكل ان ابتداء من خطوة البداية دي ده عاملة زي بالزبط زي بالزبط لعبة القواعي الدومينوز اللي بتوقع بعضها عارفياها طبعا كلكم شفتوها كتير اكيد في البرامج يعني في الفيديوهات على اليوتيوب والحاجات دي اللي فيها ايه اللي بيحصل؟ القطعة الاولى بتوقع بتوقع اللي بعدها واللي بعدها يوقع اللي بعدها وكله يوقع ايه الشرطين اللي عشان ده يحصل؟ تترس مظبوط وده معناه انه كل واحدة لو وقتها توقع اللي بعدها بس لو وقت طب ما بتوقعش ليه؟ ليه لازم ابدأ؟ لازم بقى في خطوة بداية فالفكرة كلها خطوة بداية وخطوة تتابع فالباسيك ستيب هنا اهو ده برهان للباسيك ستيب خلاص ايه واحد اصغر من ايه اتنين كويس بعدين افرد بقى ايه نمرأ ان هنا دي مش رقم دي تعمز لاي حد نمرأ ان ايه نمرأ ان اصغر من ايه نمرأ ان زائد واحد والمطلوب ايه نمرأ ان زائد واحد اصغر من ايه ان امرأ ان زائد اتنين نسبة ده ازاي؟ هنبدأ ازاي نسبة بقى من سطوة للسطوة التالية لها ازاي؟ هنعوض عن ايه انه عن ايه نمرأ ان زائد واحد ايوه اه اه مقاوض ده وقت مواطن ده القانون بتاع كل الحدود ايوه اه عوض عن ايه ان بايه ان زائد واحد ايه ان زائد واحد ايه اللي عوض فيها في قنون بتاع من تتابع صحيح اللي هو نص ايه ان زائد ستة مو ممكن ده او ده او الاتنين يعني كل ده يمشي هبدأ من اللي هو الفارض بتاع الاستنتاج الرياضي ايه ان اصغر من ايه ان زائد واحد هزود ستة للطرفين هناخد نص لطرفين زائد واحد اصغر من ايه ان زائد اتنين بس كده فهمت الفكرة اه التزايد ايه محدودة تتوقع انها محدودة بكام واضح انها عمالة بقى تتزايد ببطء بس بس شكلها السقف بتاعها ستة فنسبة ان هي اصغر من ستة اه عشان هي متوسط بين الستة او حاجة يعني برضو نفس الكلام هل الحد الاول اصغر من ستة اصغر من ستة ده يكفي اه تمام ايه الصورة هي قدامك ايه الصورة ايه الصورة ايه الجزء اللي فات لما شافش الصورة بتاعته هنبدأ من ايه ان اصغر من ان زائد واحد ده منين من فارد الاستنتاج الرياضي اللي هو الهايبوثيزز الفارد دي اوصل بقى الان زائد واحد اصغر من ان زائد اتنين ازاي زود ستة للطرفين زودت ستة ينفع من حقيق اخد نص تين من حقي هيفضل اصغر طيب هو ده ان زائد واحد وده ايه ان زائد اتنين خلاص يبقى لو كان في حد اصغر من اللي بعده فالتالي اصغر من اللي بعده يبقى كده فعلا دي المتتابعة دي is monotonic increasing الجزء التاني اثبات ان المتتابعة دي محدودة من اعلى بالستة جبت الستة منين ده توقع واضح من الحدود اللي درستها في الاول ان ده السقف بتاعهم فنفس الحكاية هثبتها برضو مرة تانية بالماثيماتيكا الاندوكشن او الاستنتاج الرياضي او الاستقراء الرياضي زي ما تحب او التتابعة الرياضي كل الترجمات دي صح اندوكشن هو التتابعة اللي عارف الفيزياء في كلمة اندوكشن في الفيزياء اللي هي الحث الحث او التتابع في توليد المغناطسية من الكهربية ومن الكهربية المغناطسية دي بيقولوا عليها الدرس ده او الفصل ده من فصول الفيزياء الكهربية والمغناطسية بيقولوا عليه اندوكش حس زيتي وحس مش عارف ايه بقى انا طبعا مش متخصص فمش هافتي خلينا في الحس الرياضي انه الحد بيجيب حد او الدومينون اللي بتقع بتوقع الدومينون اللي بعدها قطعة الدومينون اللي بتقع بتوقع اللي بعدها طيب فعشان اثبت ان كل الحدود اصغر من الستة انا عندي basic step او basic step ايه واحد اصغر من ستة ايه واحد باتنين خلاص واي اتنين واي اتلاتة واي اربعة كل ده مش مهم يعني كفاية عندي خطوة بداية واحدة دوت ما لهومش قيمة فعلية في البرهان طب انت عملت كم خطوة في الاول ليه عشان اعمل التوقع ده عشان التوقع نفسه عشان اشوف السقف رايح فين شكله ايه طيب فادي ايه واحد اصغر من الستة كويس طيب خطوة التتابع ال induction step induction step خطوة التتابع فيها جزئين جزء فرض وجزء مطلوب بنفرض ان نفرض ان assume انه في حد نمرته ان ايه صغر من الستة هل الفرض ده من حقي ايه ولا ان انا عندي فيه حالة اصغر من الستة فحتى لان ممكن دي تكون واحد او غير واحد خلق حتى لو كانت واحد بس كويس منها هجيب اللي بعدها و try to prove انه النمر اللي بعدها الحد اللي بعد ده بالزبط اللي رقمه ان سايد واحد هيكون هو كمان اصغر من الستة تقدر تكتب اللي انا كاتبه ده بالزبط من غير يساوي لان فعلا هي monotonic increasing فعلا مضطرد التزايد بدون تساوي ولو كتبت او يساوي صح برضو لان هي دي او فمش لازم تكون معناها يساوي اصغر او يساوي او واحدة منهم اشيحصلوا الاتنين سوا طبعا المهم فقادي الان زي اصغر من الستة اعمليه عشان اوصل للي بعدها نفس الفكرة اللي عملناها فوق زود ستة للطرفين تقسم على اتنين المتطبعة سهلة يعني في حاجات اصعب من كده فهنا زودت ستة فدي بقت ستة وستة اتنشر خد نص الطرفين هنا هيبقى نص الاتنشر ستة وهنا ده الحد نمرانون زايد واحد بس خلاص يبقى احنا وصلنا لإيه انه الان زايد واحد رد ايه ان الان اصغر من ستة فلو في حد اصغر من ستة الحد اللي وراه يكون اصغر من ستة طب ما أنا فعلا عندي ايه واحد اصغر من ستة يبقى يخلي اتنين كده واتنين كده يخلي اتلاتة اتلاتة كده هيخلي ايه اربعة يبقى كده كل الحدود اصغر من الستة يبقى فعلا دي باوندد ابوف يبقى المتتابعة دي باوندد ابوف يبقى عاملة كده متتابعة متزايدة كأنك بترمي كرة كل خطوة أكتر من اللي قبلها بس في سقف فوق خلاص مش هتعدي السقف يبقى لازم تخبط في السقف أو تخبط في السوبريمون بتاعها عشان أكون دقيق هو ده الليمت بتاعها طب الليمت بتاعها هو الستة لا تب ما يمكن السقف أصغر من الستة يعني اللي عملناه ده غلط لا اللي عملناه صح بس عشان تجيب الليمت لازم تحسبه من الجبر بقى تفترض ان الليمت بتاع المتتابعة دي دة عملناه ضمن في المحاضرة الليمت الـ AN هو ال لتفرض انه هو ال وبعدين تاخد مية الترفين في العلاقة الليمت دي هيا لك وخد بالك انه مية EN هو مية EN نقص واحد هو مية EN زائد واحد لانه نفس المتتابعة شلت منها حد زودت عليها حد في البداية مش مهم البداية الليمت بتاع المتتابعة مش مهم عنده البداية خلاص المهم في الاخر بيرروح فين السلوق النهائي رايح فين ففعلا خدنا مية الترفين وعوضت وحلت المواعد لطلع الليمت بستة يبقى فعلا هي السوبريمون بتاعها ستة او السقف بتاعها ستة اللي هتخبط فيه نفس المسألة دي تقدر تعيدها لو كان ده اتنين مش ستة لو كان اي عدد نفس الكلام هيطلع نفس القصة تقدر تغير العدد ده ممكن نعمل حاجات اصعب من كده شوية اقدروا كده عشان عشان اثبت ان هي اما اثبتها بالدفينيشن او اثبتها او اجيب الليمت بتاعها او اما استغرب النظرية اللي بتقول لازم تكون اه مضطردة ومحدودة اه هي ما بتقولش لازم النظرية دي ما بتقولش لازم بتقول لو ده حصل هتكون لها لمت اه مضموط اه يعني ممكن بتكونش لا بتزيد باستمرار ولا بتقل باستمرار ومع ذلك تتقارب زي نائس واحد واستئلن على ان تتردد وتتقارب فديت حالة من الحاجة اه طبعا اما بالتعريف لو انت حسس ان الليمت كده او التعريف شغال كويس في نظريات خدنا نظريات بتاعة استخدام لوبيتال استخدام حاجات كتير في دلوقتي نظرية المونوتونيك سيكوانس اللي هي التراد دي التراد والمحدودية يضمن التقارب وهكذا ايه ايه اصلا ايه نظريات دي محتاجة بروف ايه اصلا دلوقتي هي لو مثلا تزايدية بتتزايد وعنا عارفين ان هذه الزيت محدودة عند قيبة معينة هذه الزيت لو دي بتوصل قيبة معينة وتوعف عنده ايه ايه يا بقى القيمة اللي بتوقف عندها دي يعني انا المسألة اللي فاتت دي مثلا لو كنت قلت ان هي اصغر من سبعة كانت صحي هل هي اصغر من سبعة ايه والسبعة ساقفل ايها فعلا بس هل الليمت بتاعها سبعة لا يبقى غلق يبقى احنا عرفنا انها هتتقارب بس بتتقارب من مين بالزبط الحقيقة النظرية ما بتقوليش دي لكن لما تاخد البران هتعرف هي بتتقارب من مين تمام تمام وصل وصل الصورة اه الصورة طيب الحمد لله ممكن تعمل دي بنفسك ممكن نستعمل حاجات اصعب من كده شوية قبل الزبط أمر ريف مساء ليها اوكسرسايس تاني بيقولي ايه سيوم لت اكس ان زائد واحد بطبع اسمه XN زائد واحد يساوي واحد ناقص جازر واحد ناقص XN حيث انه اكبر من او يساوي واحد و فور سام ال X1 بكام سام X1 ينتمي للفترة صفر واحد يعني بدئين بعدد ونقصه من الواحد واخد الجازر ونقص النتيجة من الواحد وعيد تاني الكلام ده يعني X1 مثلا Say X1 دي بتلت مثلا تنفع ربع تنفع نص تنفع اي حاجة ليت عندك المتتابعة دي افترض عندنا المتتابعة دي وكمان اسيوم انها تقاربية الحقيقة ان احنا ما اثبتناش انها تقاربية يعني ان عملنا تزايد ولا تناقص ولا اثبتنا انها تقاربية اثبت انها تقاربية محتاج حاجة متقدمة شوية هتاخدوها في التحليل الحقيقي السنة الجاية ان شاء الله اسمها يعني الحدود بتقرب من بعضها بطريقة ما مش هدخل فيها دلوقتي لكن انا هديك السؤال زي اللي عملته في المثال اللي فات هستفيد من نفس الطريقة بس يوم ان limit Xn exist انا بديك اهو فرض افترض ان المت ده موجود اجيبهولي هو كام افترضت ان هو موجود خلاص اثبت انها موجود ازاي من عندي هداية لك limit Xn exist افترض ان هو exist اوكي find this limit find limit Xn سوي كام ده L وناخد limit الطرفين تمام ويبعندي معادلة في L نجيب L فديتحولت لمسألة جابرة عادية جدا تلتة عدية دي يبقى السيوم الحل اهو حل مش انت بتقول لي ان limit موجود limit Xn ده بيساوي L فرضت ان limit ده يساوي L اذا نخد بالك فيه هنا Xn limit بتاعها L و limit Xn زائد واحد اما هو نفس limit هي نفس المتتابعة نقولنا الحكاية دي في المثال اللي فات معيدها كمان مر اللي ماخدش باله منها قبل كده ياخد باله تاني ادي X1 X2 X3 نقط ادي المتتابعة المتتابعة دي بتروح فين قال لي انها بتروح لL طيب لو شلت منها حتة خدت X2 X3 نفس المتتابعة نفسها هتروح فين هتروح لL هي نفس المتتابعة انا كل الحكاية تجاهلت لخد الأول ولو تجاهدت مئة حد حتى نفس المتتابعة طيب لو حتتطلع حد زيادة في الأول Xn برضو هتروح نفس الL لان انت هي نفس المتتابعة الL لا تتوقف على الفد الأول ولا الحدود الأولى الfinial هي تتوقف على عدد الحدود اللي هي نهائلة اللي مكمل هاي رحيين فين انتوا راحين فين اللي في الاخر انتوا راحين فين فمش فرق X1 معنا ولا مش معنا يبقى ايه زا taking limit الطرفين بقى يبقى نبدأ نكتب المعادلة دي ناخد limit الطرفين في المعادلة دي وبهو ده من حقي والlimit ده عملية جابرية بتمشي على بتتوزع ايوه دي خواص اللimit يبقى بما ان ده take limits بقى take limit لما ان تقول لما لا نهاية take limit الطرفين لما ان تقول لما لا نهاية we use properties use the properties of limits الخواص بتاعة اللimits اللي هي ايه قوانين النظريات اللي قلنا عليها توزع الجامعة يدخل جوه الجزر ليه يدخل جوه الجزر مين عارف عشان هو limit F of X بس ايه دي اهو F limit ايوه بالظبط limit 1 ناقص جزر انا بس حطيت اللimit في الطرفين هنا بقى من خواص اللimit اللي هيحصلها يبقى limit الاولاني ناقص limit التاني يبقى limit الواحد ممكن اكتب واحد على طول من حقك ممكن ناقص limit الجزر ممكن ادخل بالlimit جوه الجزر على طول من حقك ممكن بس ليه بقى مين عارف دي لانه limit F of X هو F of limit X لو كانت الف دي مدلة متصل هل الجزر دلة متصلة؟ ايوه دول هيتبدلوا because جزر دي is continuous دلة متصل sign قلنا الكلام ده بس مفيش مانع عشان نتعود على الفكرة تكرر لان التكرار فيه سر مهم جدا على ما الواحد يستوعي بالحقيقة معناها ايه بتقول ايه فقاتي L بيساوي هنا واحد limit الواحد دي دلة سابتة او منطبع سابتة هنا الجزر مرة تانية limit الواحد بواحد مرة تالتة limit XN بL هي السر كله هي الفكرة دي انه limit المتتابعة XN زائد واحد هو limit المتتابعة XN المتتابعة دي خيية دي نفسها كل الفرق بينهم انه فيه حد تشال او حد تحط مش مهم فين لانه تحط في الاول وده لا يؤثر على المت لانه اصلا تعريف المت بيقولك يوجد ان نوت من بعده بيحصل كذا خلاص من بعده من بعده اللي هيحصل فوق هيحصل تحت بس فاتحولت لمسألة جابرة عادية جدا من بالكتير قبل السلام يقدر يحلها نعرف نحل نجيب ال L ازاي نتخلص من الجزور دي نرتب يعني نرتب الطرفين يبقى L ناقص واحد يساوي ناقص جزر واحد ناقص L سكويرنج بقى نربع الطرفين عشان نتخلص من الجزور يبقى L ناقص واحد لكل تربيع يساوي واحد ناقص L جزر ضاع لان ربعت وناقص بقت موجب وكل كويس L ناقص واحد دي تتحل معادلة تربعية كوادراتيك اكويشن بس نحطها الصورة ينحللها وينحلها بالقانون العامل معادلة الدرجة التانية كلام قديم جدا يبقى L تربية ناقص 2 L زائد واحد يساوي واحد ناقص لان ناقص واحد من الطرفين ونرتب تاني يبقى L تربية ناقص 3 L يساوي صفر ناقص مش كده لو غلط في الحسين قلولي عادي يعني الغلط وارد جدا المهم ما غلطش وانت بتتفرج وتفضل تتفرج لازم تنتبه وتصلح ثق في نفسك ان انت انه مقدر اغلط وان انت تقدر شوف الغلط لازم ده يبقى عندك مهارة نقدية كده ان انت ما تسمعش كلام عشان انا اكبر منك او بدرس لك انا مش هغلط وانت هتحفظ اللي انا بقوله لو غلط ايه هتعمل ده نكمل طبعا مش محتاجة القانون العام ولا حاجة هنقدر نحللها بسهولة جدا L في L ناقص واحد ساوي صفر يبقى اذا L بيساوي صفر or L بيساوي واحد ايه رأيوكو طبعا الليمت ما هواش لاثنين هو لازم يكون حاجة واحدة مين فيهم بقى الليمت دوت محتاج ان احنا نشوف شوية من الحدود عشان نعرف الحدود دي فين هل المتتابعة دي ناحية الصفر ولا ناحية الواحد هو العددين مش جوه يعني الاجس مش جوه العددين اصلا فهل المتتابعة دي تناقصية ولا لا لو كانت بتتناقص احنا بدقين بأكس واحد احنا بدقين بأكس واحد بيساوي تلت اكس اتنين هتساوي كام واحد ناقص جازر واحد ناقص تلت فتحسب بقى بتشوف دي هتراحة فين تناقص ولا بتزيد لو كانت اصغر من التلت ونش الحكاية كده هحسب ها بالكالكيليتور ويحسب اكس تلاتة لا لا لو كانت اكس in تكريزينج لو كانت انت تأكد لو كانت تكريزينج يبقى هي بتقرب منين من الصفر ولا من الواحد الليمت هو يا صفر يا واحد واحد من دول بس اللي صح الليمت location لو كانت تكريزينج يبقى ايزا ال ال لبيساوي صفر هي عمالة تنقص بدقى من التلت وعمالة تنقص وهتروح للصفر من التلت للصفر طبعا كنت ممكن اقول نص او ربع طيب لو كانت نعمل واحدة تانية فدية محتاجة شوية experiment يعني محتاجة اختبار تحسب بالقالة وتمشي شوية خطوات لغاية ما تتأكد طيب وهل ده يعتبر برهان الحقيقة لا لازم تبقى تتأكد وتثبت بقى طيب العكس لو كانت or لو كانت x واحد برضو بتلت وكانت x اتنين اكبر من x واحد وx تلاتة اكبر من x اتنين وهكذا كله كده وxn زائد واحد اكبر من xn لكل n دي دي كريزنج يعني xn اكبر من xn زائد واحد لكل n طبعا دي عايزة بنيت زا بروف انا مش هثبتها تاني هتبدأ من البداية وتظبط الطرفين تحط ناقص تزود واحد تافد الجزء كذا خطات سهلة جدا فدي لو كانت متزايدة فبدئين من الثلاث وعملين نزيد يبقى هنقرب من كام انا عندي اكتيارين الجابرة قال لي ال L دي يقيمة صفر يقيمة واحد المتتابعة دي يقيمة بتقرب بالصفر يقيمة بتقرب من واحد افطار هي يعني حالة بدول مفهوم يا جماعة يبقى هنا L بتساوي واحد انهي فيهم اللي صح سهلة جدا انا هسيبك انت عندك اختيار من دول انت لازم تعمل شوية حدود من دول وverify check اختبر and verify وتأكد اختبر وتأكد whether xn decreases ولا increases is monotonic على فكرة كلمة monotonic دي يا جماعة كلمة مهمة جدا في الفيزيا مش بس في الرياضة mono يعني احايا دي monotonic يعني حادية اللون يعني ليها طريقة واحدة وتيرة واحدة نغمة واحدة دي كلمة مهمة برضو monotonic increasing ولا decreasing or طبعا or or هنا عليها شرطة يعني يا دا يا دا مش هيكونوا الاتنين سوا or decreasing فلو بدقين بالتلت وعملين زيد يبقى الليمت مش صفر مش ممكن تكون التلت وبتزيد واللمت بتاعها صفر لو بدقين بالتلت وعملين نقل فمش ممكن الليمت يكون واحد لازم يكون صفر فاللي هيحدد which is which مين في دول اللي صح هو المسألة بتاعتنا دي انت بادئ منين وطبعا لو غيرتلك البداية والمسألة لازم تفهم الموضوع بالزبط هنا المسألة دي ما طالبت شميني ان انا اثبت ان هي متزايدة ولا متنقصة ولا bounded ولا حاجة لكن الحقيقة نقدر نعمل ده نقدر نعمل ده وانت ودوت يعني نصيحة ليك ان انت تعمل ده بنفسك do it yourself اعمل ده بنفسك do it yourself check and verify whether يعني فيما اذا كانت فيما اذا كانت هي كده ولا كده is x in bounded كمان سؤال كمان هل ال x in bounded x واحد اه بتلت او نص او اي عدد بين صفر وواحد هل ده يضمن الباقي check and verify نفس السؤال تاني خلوا الكلمة دي طريقة من طرق الحياة check and verify تأكد اعتبر وتأكد بنفسك اعتبر كل شيء وتأكد بنفسك متاخدش كلام مسلم ادي x واحد فعلا بتالت say اوكي x اتنين هتبقى ايه x واحد واحد ناقص جزر واحد ناقص التالت دوت ايه طب انت شايف السقف فين او الارض فين كمل احسب ديب كامل كمل اللي بعدها شوف انت انت شايفها بتزيد ولا بتقل لو بتزيد شوف الواحد ده يكون السقف ليها ممكن لو بتقل يبقى الصفر هو الارض ليها اللي مش هتنزل تحته انت باسبت ازاي فكر في الاندوكشن زي ما انا عملت المثال اللي فات انت اعمل المثال وهكذا طبعا عندنا تمارين كتير من الانواع دي تقدر تحل اي حاجة منها لو فهمت الاتنين اللي فاتوا ده تاني ناخد مثال كمان مديني متتابعة انا دار اكزامبل اكزرسايز لت انا بنوع في الكتابة ممكن اكتبها كده او كده ب define the body الا واحد بواحد والان زائد واحد هي اربعة ناقص اي ان والان اكبر من او يسوح الان بواحد عندي جيفن والان زائد واحد يعني اللي بعدها هتيتجاب من اللي قبلها هي واضحة جدا بقى انا متعودين على الركيرشن او الركيرشف ريليشن نمرة ان زائد واحد جيفن باي نمرة ان اوكي عايز اي اول سؤال find an explicit formula يعني صورة صريحة for an من اي ان ممكن يقولك عليه the answer term اللي كانوا بياخدوا بالعربي في السنة الحد النوني للمتطبع the answer term نمرة اتنين ثم اللي اللي بدهولي ده ايه ده اسمه القانون التكراري اللي بديدي كل حد بيلا قبله لا عايز قانون مش تكراري يعني الان بتسوي كام اعوض عن الان احصل على الان اعوض عن الان ما تقوليش الحد اللي قبلها كان عايز ايه تاني does an converge why why not ايوة لا قولي ايوة ولا لا نمرة تلاتة if a one كانت اتنين repeat part two عيد نمرة اتنين repeat قعد كرر repeat part two اللي هو ده اللي قلته ده عيده تاني لو كانت البداية مختلفة المتطبعة هو بيقولي عايز الحدود عايز القانون بتاع الحد العين بتاعها طب انا اجيبه ازاي تعال اول حاجة نعملها اول ما نشوفه طبعا نجيب كم حد منها كده في الاول عشان نعرف ايه اللي بيجرى فكر كده يلا ادي الحل ايه واحد بيساوي واحد دي معطاق ما عملش حاجة ايه اتنين بيساوي كام اربعة ناقص ايه واحد يعني اربعة ناقص واحد بيساوي تلاتة ايه اتنين بيقيمته تلاتة ايه اربعة قيمته تلاتة واضح ان هي عملت لف يعني بنبدأ بواحد نقص الواحد دا من اربعة يطلع تلاتة نقص تلاتة دي من اربعة يرجع واحد نقص الواحد دا من الاربعة يرجع تلاتة واحد كذا عملت لف في اللوب دي فالحقيقة ان هي قيمتين اتنين مفيش غيرهم يعني يبقى دا المتطبعة دي ممكن نكتبها بصورة صريحة ان هي واحد وتلاتة واحد لو كانت الان ايه بواحد تلاتة طبعا هتبقى خامسة واحد كذا فالاعداد الفردية اود ممبر يعني لو كانت الان اود مش لازم تكتب الاعداد هتكون بواحد ولو كانت الان ايفن يعني اثنين اربعة ستة مقط ايفن فالنتيجة بتطلع تلاتة دي كده صورة صريحة انت عايز لحد نمرة تسعة وتسعين مش محتاجة اجيب نمرة تمانية وتسعين نمرة تسعة وتسعين مع الفردي هيطلع هنا حد نمرة تسعة وتسعين هيطلع بواحد زي الفردي الحد نمرة مرتين وستاشر يطلع بتلاتة من غير مرجع للحد اللي قبله ولا القانون التكراري فده ثيمة صريحة ده المطلوب دي الexplicit formula يا جماعة هل لازم تطلع two step function بالمنظر ده لا هي دي المسألة دي كده لكن ممكن تطلع القانون زي قانون المتتابعة الحسابية ممكن تطلع قانون في سطر واحد زي قانون المتتابعة الهندسية زي في محاكز دي explicit formula صورة صريحة صريحة مباشرة بدون الرجوع للحد السابق نمرة اتنين طيب انتو ايه رأيوكو هادي الحدودة هين نعمل كده بيقول لي هل هي convergent ولا divergent مين عنده اجابة تفضل يا كده divergent عشان مش عافلين حدث تتوصل لواحد ولا ثلاثة طيب وانت شايف كده ايوه مظبوط بتتردد بين الواحد والثلاثة زي اللي بين النقص واحد والواحد اهي نص الحدود هنا نص الحدود هنا طيب لو اديت لك ابسلون صغيرة جدا بربع مثلا يبقى مش كل الحدود هنا ابتداء من حد معين مش كل الحدود هنا يبقى لا تحقق الشرط طب عند الواحد نفس الكلام ابسلون صغيرة مافيش ننوط من اولها كل الحدود جوا خلاص طالما مافيش ابسلون تحقق يبقى ده مش ليمت ولا ده ليمت طب اللي بينهم ولا اللي بينهم ولا اللي بره كل دول ماينفعوش ليمت لانه لو الليمت موجود لازم يكون وحيد otherwise في معادة ذلك المشكلة بتاع التردد بين حاجتين بعض عن بعض دي هتحصل ولو حصلت يبقى مافيش ليمت يبقى مافيش عدد على خط الاعداد كلها يحقق شرط الليمت ايه هو شرط الليمت ان كل ما تديك جوار حتى لو صغير جدا تقول لي كل الحدود بتاع المتتابعة بلا استثناء باستثناء وحيد هو ان شوية finite في الاول finite في الاول بره مش مهم اللي بره مش مهم الفاينيت اللي في الاول اللي بره المهم الباقي كله جوه ده مش هيحصل ولا للواحد ولا للتلاتة ولا لغيرهم قلنا الكلام ده ساعة ناقص واحد والسين وهو نفسه قائم ودي كأنها نظرية فدي no an is divergent دي الاجابة بس هو بيقول لي why ليه because it oscillates عارفين oscillator حاجة مترددة أو oscillation oscillation زي oscillating current التيار المتردد AC alternating alternating current oscillation برضو الاحتزاز oscillation الاحتزاز أو التردد ديت oscillates تحتز أو تتردد بين اتنين أو alternates 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 اله منها alternating current AC طيار متردد في الكهربا alternating أنت نعانا Prestig ma عايزين الفعل alternates between two different values طبعا astronomical ثري different values بقى اسوأ اسوأ ما فيش حال yeah two different values خیمتين مختلفتين no way انه يبقى عندها lemon يبقى طب أنا كده جوابت هو بيقول لي هل هي convergent؟ لا مش convergent divergent يعني مش convergent therefore ممكن حتى نقولها برضو زي ما هو عايز زي ما داني صيغة السؤالة دينه نفس الصيغة في الإجابة إذن an is not convergent يعني limit بتاع المتتبعة إذا وجد لازم يكون إن وجد إذا غلط إن وجد لأنا شك إنه ممكن ما يوجدش إذا not convergent لو وجد النهاية لازم تكون وحيدة ما ينفعش يوجد نهايتين مختلفتين وإلا يحصل المنظر ده تككروا المنظر ده كويس جدا نمرة ثلاثة بيقول لي عيد الجزء التاني ده بس يبدأ المسألة نفسها بس يحط if a1 ب2 يعني نبدأ a1 ب2 بدل الواحد طيب نعيد نفس المسألة تاني نعيد نفس المسألة تاني بس كل التغيير a1 مش هتكون بواحد a1 هتكون ب2 هو قال لي عيد المسألة الجزء التاني بتاعة التقارب والتباعد لما بقينا عند بدقين من اتنين تعال نشوف السلوك تاني نفس البتاية a2 هتبقى كام a4 ناقس 2 سوي 2 a3 برضو 4 ناقس الاتنين دي بقى طب ما هي الاتنين دي زي الاتنين اللي قبلها هتطلع اتنين طب ايه اربعة 4 ناقس الاتنين التالت اتمنها هي نفس الاتنين واضح ايه اللي بيحصل واضح جدا من المتتبعة دي بقت متتبعة ايه مين شايف اسمها ايه بقت ثابتة ثابتة بالضبط اذا aN قانونها الصريح aN بيسوي اتنين لكل n اكبر من او يسواها كل الحدود اتنين يبقى دي constant sequence هل ممكن ناسبت ان هي اتنين دايما بالاستنتاج الرياضي طبعا اهي الحد الاولاني باتنين والنمرة لو نمرة نون باتنين يبقى النمرة اللي بعده باتنين يعني بدل اتنين اللي وثلاثة اللي انا كتبهم دول اكتب n و n زائد واحد فخلاص بقت constant sequence اذن aN is a constant sequence اجابة السؤال بقى تبقى limit aN بيساوي اتنين نفسها يبقى conversion to اتنين ليه المتطبعة السابتة conversion طبعا نفس الكلام التعريف بقى تعريف نفسه يكفي اهي متطبعة هنا ايه باتنين كل الحدود هنا هنا عند الاتنين دي كل الحدود كلها كل الحدود هنا هي مقطة واحدة فاديني اي إبسلوم انت متوقع الليمت بكام باتنين اديني اي إبسلوم اهو امشي حواليا صغر الإبسلوم كل الحدود جوه من اول حد كمان مش انه نوب سيب عشر حدود سيب مليون حد في الاول لا مش هزيب ولا حد دي أسهل متطبعة في الدنيا المتطبعة السابتة تحقق الشرط بالقل بتاعها هو نفسها فالإجابة هتختلف باختلاف البداية طبعا لو كان في بداية تانية غير الاتنين غير الاتنين اه هتتردد تقدر تتأكد من ده يعني غير الارقام واشوف الموضوع اه اظن دوت هيبقى اه اه حس التمرين مهمة تقدر دلوقتي تحل التمرين اللي في الكتاب على درس السيكوينسز هل التمرين اللي في في الامتحانات السابقة على درس السيكونسز والتوفيق إن شاء الله